هاي حبيب قلبي اشتقتلكون كتير من الفيديو الماضي اليوم احبائي عنا اكتر من 14 فكرة بتمنى انها تنال اعجبكن احبائي وهلا خلونا مباشرة ننتقل لأول فكرة معانا بس طبعا اذا حبيتون للأفكار ما تنسون من اللايك والمتابعة خلونا نتبتدأ بأول فكرة اليوم رح علمكن على طريقة ازالة الزيت على الملابس بطريقة كتير سهلة وحلوة بداية انا عندي هون ملعة زيت رح حطها مباشرة على التيابة هيدا الطريقة هلأ هون الزيت شرح يصير رح يتشرب البجيمة اللي انا حطيتها بهيدا الطريقة هلأ شوفوا انا شو رح اعمل مباشرة رح نجيب ملعة من الطحين الدقيق الابياط رح نحطها بهيدا الطريقة رح نتركها ما يقارب باشوائي بس طبعا لما نحطها مباشرة رح نجيب ورق زبدة بهيدا الشاكر رح نجيب ورقتين بهيدا الطريقة ورح نجيب هون المكوية لازم نحميها كتير منيح ونحطها بهيدا الطريقة ازا ما كانت حامية ما بيمشي الحال لازم تكون حامية لدرجة مش طبيعية ورح نتركها ما يقارب الخمس دقايق بهيدا الطريقة هلأ بعد ما انا تركت ورق وقت متل ما شايفين تعلم الزيت هون هلأ رح نشيلها شايفين كيف طلعوا الزيتات هيدا الطريقة هلأ هون احنا شو رح نعمل رح نشيل لطحين بهيدا الشكل رح تشوفوا كيف صارت معايا هلأ الهون لتتأكدوا انه راحوا مية بالمية منجيب تصاصة ماي او اي شي منحطهم بهيدا الشكل هلأ رح نجيب اي شقفة ورح نحركم بهيدا الطريقة وهون بعد ما انا فلقتها اعتمدوها لهيدا الطريقة كتير حلوة طبعا هون انت تجع بحطوها بالغسل و تخصوها غسل و سادقوني رح يروحوا نهائيا وما تنسوا اذا حبيتوها لهيدا الفيطرة لايك وشاركوا كمانت و اكسب لورتح تصلكم لي كل شي جديو وهما شي ما تنسوا من المتابعة رح علمك على طريقة و كتير اعتمدوها بقلب بيتي بما دعطين فقط من بيكينج باودير بالاضافة الى السائل من الجلو و بالاضافة الى شوية من الخال امرار كتير ملاقي نحنا على البلاط عنا بالمطبخة كذبخ على لون الاسفرار او من الحاس رح نحطهم بهيدا الشكل و رح نتركهم ما يقارب الربع ساعة و من بعد مرور ربع ساعة من مسحهم رح نلاقي نتيجة خيالية رح يروحوا معانا بكل سهولة اعتمدو هيدا الطريقة و كتير حلوة و اذا حبيتي لهيدا الفيديو بعطيه لغيرك حتى يستفيد و ما تنسين المتابعة و القلب الأحمر و الاكسب لور رح علمك على فكرة كتير حلوة رح تغير اكلك 180 درجة اعتمدو هيدا الطريقة اللي انا رح علمك عليها بتجيبي اي مرضبان فاضي عندك و طبعا كل التواب اللي انت بتحتاجيها مثلا ما دك انت تتبلي الجيج او تتبلي اي شي كلهم بتحطيون بنفس المرضبان هيك ساعة بتجي من المرضبان وبتحطهم بقلب الجيج او بقلب الجوانح اللي انت بحاجة لقيلو متل ما شايفين انا حطت هون البصل والتوم والكزبارة والقرفة و عندي هون البابريكا و عندي هون مثلا بهار الطاو حطهم كلهم بقلب بعض مثلا انا عنده هون كمان سبع بهارات فينا نحط العقد الصفرة والملح و فينا كمان نجيب الماجي العادي من فارفته و نحطه بقلب المرضبان هون ساعتها رح نحركوا كتير ومنح وهون ساعتها فينا نحطهم باي تدبي اللي نحنا منحبها اذا حبيتوها لايكو شارو كومنت و اكسبلور فكرة كتير حلوة شي مرة فكرت تحط الاصدير مع الغسيلات رح علمك هايد الطريقة كتير حلوة منجيب اصدير و منجعلكم بهيد الشكل على شكل الدوائر و منبعد ما نجعلكم بهيد الشكل رح نحطهم بقلب الغسيلات هون لما نحنا نقعد نخسر صدقوني ما رح يصير فيه تشابك بين الغسيلات و ما رح يبرمو متل ما امرار كتير منلاقي مسلا بروتين مبروم و حتى وقت صعب فكه اهتم دي هايد الطريقة و كتير حلوة و اذا حبيتيها ما تنسيني من المتابعة و القلب الاحمر و الشر و الاكسبلور رح علمك على طريقة كتير حلوة مثلا اذا انتي فتحت هيك مرتديلا و الغطم ما بيرجع يزبط عليها بطريقة كتير حلوة منجيب السانيته و رح نسكرها بهيدا الشكل اهتم دي هايد الطريقة و كتير حلوة اوفيك تحطي نيلون و بالاضافة الى من المغربة عندك الفيشة الثلاثية و محتارة كيف تحطيها بقلب البريز الكهرباء هلا انا رح علمك على هيدا الطريقة شو بتعمل اللي بتروح عند الكهربجة بيكون موجود عنده هيدا الفيشة هيدا امرار كتير بتطلع مثلا بالسشوار او بالبيبيليس ما بيكون معاها هيدا فبتروح هنا عنده سعره كتير رخيص دولارين او ثلاثة دولار بتتركها بهيدا الطريقة طبعا بتكون هي مسكرة بهيدا الشكل شايفين كيف بهايدا الشكل نفتحها بهيدا الطريقة و منحطو هيك رح علمك على طريق اذا مسيحتك عم توقع منك بطريقة كتير حلوة رح نجيب اي شقفة نيلون بهيدا الشكل رح ندخلها بقلب العصاي بهيدا الطريقة هلا هون انا شو عندي انا عندي هون المغيطة رح نلبسها او نعملها بهيدا الطريقة و رح نجيب المسيحة بهيدا الشكل و رح ندخلها صدقوني ما بقى رح توقع مننا و رح تنثبت كتير منيح اتمدي هيدا الطريقة و كتير حلوة رح علمك على طريقة كتير حلوة اذا بحال انت ضاع عندك قلم الحواجب او اي قلم انت بتعلم عليه حواجبك و محتارة شو بدك تعملي بطريقة كتير حلوة بتجيب واحد من القرنفل بتولعي بهيدا الشكل هون ساعتها فيك انت ترسمي حاجبك بكل سهولة من دون ما يبين انه انه هيدا قرنفل طريقة كتير حلوة واعتمديها فكرة مش رح تختر على بالك حط سائل الجلة بقلب مكعبات التلج و حطيه بقلب البراد ليلة كاملة حتى يصوروا مثل هيدا الشكل مكعبات التلج متلجة هلا هون انا شو رح اعمل رح جيب ليفة المواعين رح قصها بالنص و رح دخل المكعب بقلب الليفة هلا هون انا كيف رح استخدمها رح استخدمها بفرق الحيطان بفرق الارض باي شي حتى ان احنا منجيب رجات و منحط صابون بيخلص الجات الدخرة بس هيك رح اضاين معانا بشكل مش طبيعي رح انضلنا نفرق و رح تعطينا رغوة بتجنل اذا حبيتوها لايكو و شيرو كومنت و كاترولي كتير من الاكسبلور و متابعة رح نمك على طريقة كتير حلوة لتنضيف المعالق والسكاكين اللي بيكونوا هيك مضبغين بهيدا الشكل بطريقة كتير حلوة رح نجيب ملعب من البكينج باودر بالاضافة الى كربونيت السوديوم رح نضيف عليهم الخال و كمان الحامض و رح نضيف عليهم مباشرة ماي سخني بتغليق عليه رح نتركن تحت يبردوا بالاضافة رح نضيف عليهم شوية صابون نتيجة خيالية مش رح تصدقوها اعتمدوها لهيدا الطريقة و رح تشوفوا الفرق كيف حيرجعوا يلمعوا سكاكينجون و المعالق طريقة كتير حلوة و اعتمدوها طبعا هلا هون انا رح افركنوا و رح فرجكنوا عن نتيجة نهائية نتيجة خيالية و متنسون من المتابعة و الاكسبلور رح علمك على طريقة كتير حلو بالسلايم السلايم مش بس للعب و بس امرار كتير في بيكون مور ديئة و ممنقدر نحنا ننظيف اول مقاش مقتوص الله هلا هون انا شو رح احمل رح نجيب السلايم و رح ندخله بهيدا الطريقة و صدقونا حتنظف معانا بكل سهولة شوفوا معاي بفكرة زكية مش رح تخطر على بالك جيبي اي بوتين او اي سكاربينا انت حابت غيري لونة او اي نوع كالسات على ورود على اي شيء و لبسي باي اسكاربينا بهيدا الطريقة و قصي من فوق و لبسيها كتير منيح و طلع الشرايط صدقوني ما حدا رح ينتبه انو البوتين او اي اسكاربينا انو انتي اللي ملبسيتها كلست امراري في كتير ناس بيكون مخزوق بوتينة او الاسكاربينا فبيحتار شو بدوا يعملوا حبيتوها لهيد الفكرة بعتوها لغيركم تحتى ينصدوا متل ما انتو انصدمتم بفكرة حلوة بمشبك الغسيل و التليفون رح علمك على طريقة واعتمديها دايما ازا انت حبي تحضري على التليفون حطي ملقطين و بتحضري بكل سهولة طريقة كتير حلوة واعتمديها و فيك كمان تحطيها لأولادك ازا حبيت ايها لايك و شاري و كومنت و اكسب لار